رفع سعر رغيف العيش المدعوم بنسبة 300% تسكيل امر صغير بس ياريت الكومنتات ده ده علينا عشان مش عايزين يتسجن خليني أقول لكم في الخبر ده إن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن إمبارح عن رفع سعر العيش المدعم من 5 أروش ل20 أرش ده بداية من شهر يونيو اللي جاي خليني أقول لكم برضو إن دكتور مصطفى مدبولي قال إن تكلفة رغيف العيش على الدولة بتصل ل125 أرش ولكن هي بتتبيع للمواطن بخمس أروش فبالتالي الدولة كانت بتتحمل 120 مليار جنيه فعشان كده هيبقى فيه زيادة من 5 أروش ل20 أرش في سعر رغيف العيش وده بداية من شهر يونيو اللي جاي والله إحنا عايزين نتكلم بمحدودية جدا عشان الموضوع ما يجريش منا ولو يجري منا إحنا ما نعرفش إحنا هنروح فين بس هو الموضوع هيبقى مش كويس للطبقة الكداحة اللي زي زي ناس كتير هو ده العيش المدعوم يعني ده العيش أو لأن إحنا يعني أولا هو العيش مش أول مرة يغلى من 30 سنة دي معلومة غلط العيش أول ما بدأ يبقى مدعم كان 150 جرام على الثلاثين سنة الحكومة فضلت تقلل في الجرامات بتاعته لو حد ما وصل لتسعين جرام فأنت بالنسبة والتناسب هو فعلا إم تقلت لأنه قال لك الجرامات بتاعته قال لك الجرامات للنص فكده لأ إم تقلت لأنه كان فيه بروفوغاندا كتير إنه لأ هو ما قال لأول مرة يقلله سعر من 30 سنة لا مش حقيقي شوية مع كامل احترام الحكومة طبعا الثاني نقطة نسبة دعم الحكومة الرغيفة العيش ليس 120 مليار هم 90 مليار بس ودي برضي وفيه تقارير كتير طلعت الخبر ده الأكيد الكارير ده هيبقى فيه هيبقى صعب جدا على طبقة كبيرة كانوا بيقولوا أن دي خبر كان صادم قوي لهم وسط سلسلة من غلاء الأسعار والناس كانت متفاجأة الناس كانت مصدومة الناس كانت يعني شايفين أن التوقيت بتاع الوقت ده وسط مثلا منتكلم عن برضو زيادة في الكهرباء لسه في زيادة في الكهرباء جاية لا هي مش ممكن يا خلاص منتكلم على حاجات كتير فالناس كانت بالنسبة لعيش ده ومنتكلم عنه ده حاجة أساسية يعني المواطن ما يقدرش يستغنى عنها لو بنستغنى عن الحاجات الأسماك اللحوم الفريخ أي حاجة من الحاجات دي فماشي لكن منتكلم عنها في حاجة أساسية ما نقدرش نعيش من غيرها كل يوم فوقتها دي الشوق فعلا بس إحنا خلاص إحنا دروقتي بقى عندنا زي سيستيم الرئيس السيسي لو طلعي تكلم في حاجة قالك ليه إحلا بندعمها فتاني يوم بتغلى فأنت خلاص انت حضروا نفسكو أي حاجة هيتكلم فيها هتغلى لأنه برضو هي فكرة يعني إنا برضو نتكلم في المنطق شوية هو آه الدعم بيحط عبقى عند دولة ده حقيقي فعلا وده أنا معاه يعني إنتوا لو بصيتوا لنموذج الدولة التركية التركية أو ما بدأت تبقى دولة هي بلغة دعم على كل حاجة بس أصاد إن هو بيلغي الدعم عشان بس نتكلم في الصح هو رفع الدعم صح بس أصاد إن أنت ترفع الدعم لازم توجد فرص عمل لازم تعدد حد أبنى كريم للناس لازم ده اللي تركية بدأت بي يعني تركية فعلا بدأت برفع الدعم كلي هي تركية عملت استراتيجي مختلفة يعني خلينا أقول لك برضو فإحنا الدعم أيوا فعلا عبق بس أصاد العبق ده إنت لازم تزود فرص العمل لازم تبني وصاعد لازم تحاول تخلي الطبقة الكابحة عندها الحد الأدنى على الأقل من هو يقدر يعيش إنت لازم تدورتي لو جيت حسبتها الست ألاف جنيه اللي هو الحد الأدنى لأجور اللي هو المفروض يتطبق اللي هو ما بتطبقش عمدا في شكل كتير لو جيت حسبتهم بالدولار الدولار دولاتي الألف دولار بسبعة ورفعين ألف يعني الست ألاف إحنا موضوع الدولار ده هنتكلم فيه يعني قريب جدا سن دولار تقريبا هتكلم فيه قريب جدا لأنه برضو فيه توقعات كتير خلينا نقرأ شوائد كومنس فيه محمد شعراوي بيقول لنا المشكلة في زيادة في زيادة الحكومة لسعر الغيف العيش شوف الانعكاس بتاعه على الأفران العادية اللي مش مدعمة هتلاقي سعره هيغلى يعني بيتكلم عن مشكلة العيش بره بقى في بيت الأفران اللي غير مدعمة وبرضو بيقول لنا إذا كومنت لك أنت بالذات عجبني أنك عجبني أنك بتتكلم بموضوعية جدا متفاهم جدا لا هي مش موضوعية أنا خايف متفاهم جدا تحفظك بالتوفيق نوران بتقول لنا الفكرة أنا آخر مرة كنت في مصر كان الرغيف بخمسة جنيه نوران قول لنا بالزبط أنت فين دلوقتي وكنت في مصر إمتى رغيف إيه اللي بخمسة جنيه أنت كده بتتكلم عن الرغيف الحر أكيد ده مش مدعم أكيد ده الرغيف اللي هو اسمه رغيف إيجيبت أو إيجيبت بد لا ما فيش حاجة اسمها كده بجد بجد ما فيش غيف بخمسة جنيه خمسة جنيه إيه يا ما فيش حاجة اسمها ما فيش غيف بخمسة جنيه رئيسة بتحريب بتشولي من برة ما فيش غيف بخمسة جنيه دوران قول لنا أنت كنت إمتى في مصر هو معروف من الرغيف المدعم بخمس روش الرغيف الحر كان كان في الأول بنص جنيه بعد كده مغلي بقى بجنيه وكلنا تأقلمنا على الوضع ده وقلنا خلاص مفيش مشكلة بس دلوقتي الخمسة جنيه هتجيب لك كم عشر ترغيفة الخمسة جنيه مش عارفه بس الحمد لله ممكن نقفل كده فيه محمد بيقول لنا صحيح اتتفق معاك تماما مفيش دهوة باتنين جنيه ونص ممكن فيه باتنين جنيه ونص والله يا بص انا من الحوندية سيتي هوفيري مرح بتقول لنا هوفيري الريف عندنا في الحوندية سيتي اللي ما عارفش حوندية سيتي دي دي مدينة في المونيب بس انا بقول حوندية سيتي عشان افخمها شوية لا هي اسمها الحوندية الريف عندنا الحر بجنيه المدعم بخمس روش يعني الواحد عشان ينزل يجيب بعيش مدعم كنت بأخد البطاقة موضة صحيحيني ساعة سلطة الفجر عشان ننزل يجيب بعيش بجنيه عشرين رغيف بجيبه بعد ساعتين فبصه الموضوع هيبقى صعب صعب لنا كلنا لازم نستحمل لازم نستحمل لازم نستحمل صح؟ انا بقول كده عشان انا موضوعي ومتحافظ فرح بتقولين هفيري رغيف حر ومش حر يعني فرح بتسأل او بتقول يعني ايه محلاش او هفيري حر ومش حر طبعا الحر ده اللي هو اللي هو المش مدعم اللي هو مش مدعم بتروح تجيبه بفلوسك انما المدعم ده اللي بيجيبه بطاقة التموين اللي الحكومة بتدعمه اه بزبط في حاجة اسمها اه سكان ايجيبت احنا قاسفين لان احنا ما ترجبنا الكوشرة خبر سكان ايجيبت يركزوا معي في حاجة اسمها بطاقة التموين بتبقى لنا اخدر كده مكتوبة عليها اسمك بطاقة التموين دي المفروض لطبقة كدحة او متوسطين الدخل اللي هم الدولة بتديهم لكل فرد خمس ترغيفة كل يوم وبتديهم تقريبا خمسين جنيه كل فرد فاحنا نتكلم في الناس دي ياريت تنزلوا الطبقة المتوسطة او الطبقة الكدحة وتعرفوا اغبارنا محمد شعراوي بيقول لنا كلنا هذا الشخص يا رفيق حسن حمد شعراوي هعمل لك بيقوله بعد الشو او ياريت تلاقوني اصلا بعد الشو يعني فيه بينو بيقول لنا في التجمع بتانيتة وربا نوران رجع تاني وبترد علينا بتقول لنا والله في فوردنا جبت الرغيفة الكبير الواحد بخمسة جنيه وكنت اندر شوك عشان فعلا كان باثنين ونص مين اللي قالت بخمسة جنيه نوران ممكن تقول لنا انت سجنة في اني كومبوند او الفرن ده ميسموش فرن لاني بتقول لك لما كنت في مصرفية حاليا اكيد مش في مصرف هو انت اكيد دخلت عليه وقلت له هاي هو افتكرك اجنبية ده الحال ده الحال الوحيدة ردي بقى نوران احنا وصلين جدا بالكومنت اللي انتم بتكتبوها وبتشاركوا معنا كل حاجة ويعني خليكوا كده دايما في كل شو احنا بنطلع لايب كل يوم الساعة 11 من حد للخميس نقول لكم كل الاخبار اللي بدي احصل واسأل على البيجاد ل Richan هجيبك معي هنو أجيش على فاكره ادير رسالة رئيس التحرير هما ما بييجوا بياخدوا رئيس التحرير ما بياخدوهش الصحفيين وانا مصاحب